انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يضم المؤتمر نخبة من المسؤولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين ورجال الدين الذين يكتمعون من أجل تبادل الخبرات والتعاون لتكفي في منابع الإرهاب تحت مظالة الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف بعنوان التطرف الديني المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة وبمشاركة العديد من دور الإفتاء والمراكز البحثية على مستوى العالم هذا المركز سيكون له أثر كبير في تطهير المجتمع الإسلامي ليس في مصر فقط وإنما في جميع البلاد الإسلامية من التطرف الديني الذي أصبح عائقاً عن نمو وتطور المسلمات الإسلامية هذا المؤتمر الرائع وعد له إعداداً حثيثاً بجهد جهيد عملنا ليلة نهار في التجهيز لهذا المؤتمر في دراسة أبجديات التطرف في تحليل هذه الخطابات الشاذة كيفية الرد عليها هذا المؤتمر مهم للغاية لأن المسلمون بحاجة إلى فهم الصحيح للإسلام بل المسلمون بحاجة إلى التكاتف وبحاجة إلى الاتحاد للصفوف فبناء على ذلك عندما يكون الصغرة فيكون هناك الفرصة للناس لا يعرفون الإسلام ويشبشون الإسلام الجلسة الابتتاحية للمؤتمر تضمنت عرضاً لفيلم تسجيلي عن مركز سلام لدراسة تطرف فكرته ورسالته والمشروعات التي يعمل عليها حيث يعد هذا المؤتمر بمثابة التجمع الأكبر لنخبة من المسؤولين والبحثين والمتخصصين والأكاديميين ورجال الدين الذين يكتمعون من أجل تبادل القبرات والتعاون لتكفيف منابع الإرهاب ما يحدث اليوم في مصر هذا الحدث الكبير هذا المؤتمر يحسب لجمهورية مصر العربية لدار الإفتاء وحضور الأزهر وعدد كبير من العلماء نتأمل دوماً أن نستبق الأحداث أن لا نكون فقط ردود أفعال لمشكلات اجتماعية أو فكرية أو سياسية هذا المؤتمر الذي ينظمه مركز سلام للدراسات التطرف يعد من المؤتمرات المهمة جداً التي يتم فيها تبادل الرأي وأيضاً يتم فيها نتاج هذا المؤتمر يجب أن يخرج للعالم كله لنقوم به أو نوصل رسالة لنبدء هذا التطرف وهذا الإرهاب نتشرف بأن نكون في هذا المؤتمر المهم الذي ترعاه مصر بما تملك من ثقل ووزن ودعوات وسطية هذا المؤتمر يأتي في وقت مهم ومفصلي في المنطقة هناك دعوات شادة كثيرة ظهرت في منطقتنا علينا أن نواجهها بقوة وبشكل واضح جداً ويقدم المؤتمر عدداً من المشاريع والمبادرات المهمة من بينها موسوعة المرجع المصري لدراسة التطرف إطلاق أكاديمية سلام إطلاق الذاكرة الرصدية للتطرف فضلاً عن إصدارات متنوعة حول ظاهرة التطرف والإرهاب ويؤكد على دور مصر الريادي في المنطقة العربية والعالم أجمع أحمد الحسيني التلفزيون المصري